اهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية هنتكلم النهاردة عن خصائص سكان العالم هنتعرف في درسنا ده على اولا ماذا نقصد بدراسة خصائص السكان نقصد ايه لما نقول ان احنا هندرس خصائص السكان خصائص السكان تعني الاهتمام بدراسة خصائص السكان الديموغرافية يعني اللي هي الموليد والوفيات والتركيب العمري والنوعي للسكان وفي عندنا كمان خصائص السكان التعليمية وهي بين قصين بيقال عليها الحالة التعليمية وفي عندنا كمان خصائص السكان الصحية وهي حالة السكان من حيث الصحة والمرض ولو السكان فيه منتشر بينهم أمراض يا ترى إيه هو المرض اللي بيسيطر على أغلب السكان وفيه عندنا كمان خصائص السكان الاقتصادية وبنسميها الحالة الاقتصادية للسكان تعالوا نتعلم مع بعض المفهوم ده كلمة الديموغرافيا يقصد بها علم دراسة السكان وتدرس نمو وتوزيع وتركيب السكان يبقى ده مفهوم الديموغرافيا ساعات كتير يقولك الدراسات الديموغرافية يعني إيه الدراسات الديموغرافية؟ هي الدراسات اللي بتكون مختصة بدراسة السكان ونموهم وتوزيعهم في المكان وتركيبهم السكان يبقى كده اتعرفنا مع بعض يعني إيه دراسة خصائص السكان يعني بندرس السكان من النواحي المختلفة الديموغرافية والتعليمية والصحية والاقتصادية تعالوا نتكلم مع بعض عن خصائص السكان الديموغرافية أولا معدل الموليد يختلف معدل الموليد في العالم من دولة إلى أخرى ومن قارة إلى أخرى ويبلغ معدل الموليد في العالم نحو 20 في الألف لكن يعني إيه معدل الموليد عشان نقدر نفهم يعني إيه معدل الموليد في العالم 20 في الألف معدل الموليد هو عدد الموليد الأحياء اللي في مكان معين بيتولده في مكان معين في سنة معينة لكل ألف من السكان يعني ايه الكلام دوت يعني كل ألف من السكان في دولة معينة مثلا قدي ايه بينجبوا الألف دول الألف دول بيتولد في وسطهم كان مولود حي هو ده المقصود بمعدل الموليد طيب بعد ما فهمنا بقى يعني ايه معدل الموليد يعني إيه بقى معدل الموليد في العالم عشرين في الألف يعني كل سكان العالم لما هنيجي نبص عليهم كل ألف منهم بينجبوا أو بيتولد في وسطهم عشرين مولود ده معنى إن معدل الموليد على مستوى العالم كله عشرين في الألف وطبعا ده بيكون في سنة معينة يعني لما أجا أتكلم عن عدد السكان أو كل ألف من السكان قدي إيه حالات الولادة اللي بتحصل بينهم لازم يكون عندي رقم أو عدد الموليد ده في نفس السنة اللي أنا بتكلم فيها عن عدد السكان يبقى طبعا المعدل بتاعنا ده بيختلف بقى من مكان للتاني على مستوى العالم كله عشرين في الألف وعلى مستوى القرات بيختلف من قارة لأخرى تعالوا بقى دلوقتي نتعرف مع بعض عن أعلى قرات العالم من حيث معدل الموليد لما نيجي نبص على الشكل البياني اللي قدامنا ده هنلاقي أن أعلى قرة على مستوى العالم في معدلات الموليد هي قارة أفريقيا بتنجب ستة وتلاتين في الألف يبقى معدل الموليد بتاعها ستة وتلاتين في الألف يعني كل ألف من سكان أفريقيا في سنة معينة بينجب وسطهم أو بتحصل حالات ولادة وسطهم ستة وتلاتين حالة ولادة ده بالنسبة لقارة أفريقيا اللي هي أعلى قرة من حيث معدلات الموليد يجي بعد كده قارة أسيا ثم الأوكيانوسيا ثم أمريكا الشمالية ثم أمريكا الجنوبية وأخيرا قارة أوروبا يبقى قارة أوروبا دي هي أقل قارة من قرات العالم من حيث معدلات الموليد ولكن يا لماذا يرتفع معدل الموليد في قارة أفريقيا؟ ليه قارة أفريقيا هي أعلى قارة في العالم من حيث معدلات الموليد؟ طبعا ده بيرجع لمجموعة من العوامل الثقافية والاجتماعية تعالوا نتعرف عليها أولا انتشار الأمية والفقر في معظم دولها طبعا لما بيكون عندنا أمية والثقافة قليلة ده بيؤدي لوجود عادات بيرتبط بالعداد دي زيادة معدلات الموليد في المكان طيب ايه تاني؟ الاعتماد على الزراعة البدائية والرعي بس ليه؟ ليه الاعتماد على الزراعة البدائية والرعي ده بيؤدي لمزيد من حالات الولادة ده لأن الزراعة البدائية بتعتمد على الأيد العاملة الكثيفة بيكون عدد كبير من الأشخاص بيعملوا في الزراعة البدائية لأنها مش بتعتمد على الآلات بشكل كبير فده بيؤدي أن المزارع بيحب ينجبه عدد كبير من الأطفال عشان خاطر يساعدوه في عملية الزراعة يبقى الاعتماد على الزراعة المجتمعات اللي بنلاقي فيها زراعة بدائية بصورة كبيرة دي هنلاقيها مجتمعات معدلات الموليد فيها منتشرة بشكل كبير ومعدلات الموليد بتاعتها مرتفعة طيب إيه تاني؟ انتشار بعض العادات والتقاليد السلبية زي الرغبة في إنجاب أكبر عدد من الأبناء والزواجة المبكر للإناث وده طبعا بيؤدي لزيادة عدد الموليد اللي في النهاية بتعملي زيادة في معدل الموليد اللي نرجع تاني ونأكد ان معدل الموليد هو ان احنا بنشوف كل ألف من السكان في مكان معين وفي سنة معينة كل ألف من السكان بيتولد بينهم قد إيه عدد حالات الولادة اللي حصلت في المكان ده وطبعا الأطفال اللي بيتولدوا دول بيكونوا أحياء عشان نقدر نعدهم ونقول ان بيتولد في المكان ده عدد معين من حالات الولادة لما بنيجي ندرس خصائص السكان الديموغرافية أول حاجة درسناها كانت معدلات الموليد بندرس كمان معدلات الوفيات يصل معدل الوفيات إلى 8 في الألف على مستوى العالم ويزيد في الدول النامية والفقيرة عن 11 في الألف ويقل في الدول المتقدمة ليصل إلى أقل من 7 في الألف زي ما تكلمنا عن معدل موليد تعالوا مع بعض نتكلم عن معدل الوفيات يعني ايه الأول معدل الوفيات؟ معدل الوفيات دوت يعني انت بتقول لو عندك دولة معينة يا ترى الدولة دي كل ألف من السكان بيحصل بينهم كام حالة وفيات فتقدر كده ان انت تقدر تميز حالات الوفيات في مجتمع معين هل هي كبيرة ولا قليلة لو انا نسبت حالات الوفيات دي بصفة عامة قلت مثلا مصر فيها 200 ألف حالة وفاة على سبيل المثال ومثلا دولة زي فرنسا فيها 100 ألف حالة وفاة طيب انا معرفش طيب عدد السكان هل هو كبير في مصر ولا كبير في فرنسا طيب هل عدد السكان ده لما نسيبه لحالات الوفاء او حالات الوفاء لما نسيبها لعدد السكان هل ده هيديني مؤشراء ضرفها مني عدد السكان في دولة معينة ده كبير ولا لا هنا لما اجي انسب عدد الوفيات لعدد الإجمالي لسكان الدولة ممكن يكون عدد الوفيات مضلل شوية انما لما نيجي ننسب عدد الوفيات لكل ألف من السكان كده الواضح من نسبالي أن الرقم هيكون معبر جدا يعني لما أقولك أن عدد الوفيات لكل ألف من السكان على مستوى العالم هو 8 حالات وفاة هو 8 في الألف إنما عدد الوفيات لكل ألف من السكان في المجتمعات النمية والفقيرة ده بيزيد عن 11 في الألف وزي ما هنشوف مع بعض دلوقتي بيوصل لأرقام أكبر من 11 بكتير وبيقل العدد ده في الدول المتقدمة عشان خاطر يكون أقل من 7 في الألف يعني كل ألف من السكان في الدول المتقدمة بيحصل وفيات ما بينهم في سنة معينة أقل من 7 حالات وفاة للألف من السكان طيب تعالوا مع بعض نشوف الشكل البياني دوت اللي بيبين لنا أن أكبر عدد وفيات أو أكبر معدل للوفيات هو في أوروبا طيب ليه؟ وأنت مش من شوية كنت بتتكلم وبتقول أن الدول المتقدمة دي معدل الوفيات فيها قليل بي إلا عن 7 في الألف طيب ليه هنا أوروبا ودي فيها دول متقدمة كتير عدد الوفيات فيها كبير أكبر قارة من حيثه معدل الوفيات هنجاوب مع بعض على السؤال ده بس مش دلوقتي تعالوا بس نلاحظ الأول الشكل البياني أن تاني قارة من قارات العالم من حيثه معدل الوفيات هي قارة إفريقيا وأقل قارة من حيثه عدد الوفيات هي قارة أمريكا الجنوبية تعالوا بقى نرجع تاني قارة أوروبا تصل النسبة في أوروبا 11 في الألف ويرجع ذلك إلى زيادة عدد كبار السن وهنا بقى يفهمك ليه إحنا بننسب عدد الوفيات لكل ألف من السكان أوروبا عدد الموليد فيها قليل جدا فده بيعمل لي في الآخر زيادة في كبار السن لأن الموليد قليلة والسكان بيفضلوا أن هما يكبروا فشريحة كبار السن دي بيكون فيها عدد كبير جدا من السكان وطبعا من الطبيعي أن كل ما عدد كبار السن بيكبر فيه مجتمع من المجتمعات حالات الوفيات بتكون أكبر في المجتمع ده يبقى هنا حالات الوفيات هي كبيرة أو في أوروبا مش علشان خاطر مثلا أن فيه نقص فيه الخدمات الصحية أو حاجة ولكن ده بسبب أن عدد كبار السن هو كبير جدا في قارة أوروبا مقارنة بالقارات الأخرى وانخفضت نسبة الوفيات في مصر إلى 6 و 1 من 10 في الألف فقط وده نتيجة للرعاية الصحية والاهتمام بصحة الأطفال في بلدنا الحبيبة مصر طيب يا ترى إيه هي العوامل المؤثرة على معدلات الوفيات في العالم؟ تعالوا مع بعض كده نشوف أولا مستوى السكن ومستوى السكن ده بيأثر بنسبة كبيرة على حالات الوفاة ومعدلات الوفاة على مستوى العالم طبعا كل ما يكون مستوى السكن مرتفع ده بيؤدي أن عدد حالات الوفيات بتكون أقل وكمان عندنا مستوى التخزية نلاقي أن المجتمعات اللي فيها سوء في التخزية دي بيكون فيها نسبة كبيرة للوفيات عندنا كمان مستوى الخدمات الصحية كل ما مستوى الرعاية الصحية والوقاية الصحية بيكون عالي كل ما مستوى أو معدلات الوفيات بتكون أقل العامل الرابع هو حماية البيئة من التلوث طبعا البيئة كل ما نعمع على حمايتها من التلوث ده بيؤدي إلى قلة في الأمراض وعدد المصابين بالأمراض وده بيؤدي لنخفاض معدلات الوفيات العامل الخامس هو الحروب والحروب طبعا بتؤدي لعدد كبير من حالات الوفيات فالدول اللي فيه دخلة فيه حروب دي بتكون معدلات الوفيات فيها أعلى من الدول اللي فيها سلام واستقرار آخر العوامل عندنا هو الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والزلازل وطبعا الكوارث الطبيعية لما بتحصل يعني بتحصل أعداد كبيرة من الوفيات وده بيؤدي لزيادة معدلات الوفيات رقم ثلاثة من عناصر دراسة خصائص السكان الديموغرافية إن احنا بندرس معدل الزيادة الطبيعية ومعدل الزيادة الطبيعية هو نتاج الفرق بين معدلات الموليد والوفيات بنطرح معدلات الوفيات من معدلات الموليد والرقم اللي بيطلع عندي بيكون هو معدل الزيادة الطبيعية يعني مثلا لو عندنا دولة من الدول الدولة دي على فرضا إن مات فيها مئة حالة وفاة طيب وتولد فيها ألف حالة ولادة يبقى كده معدل الزيادة الطبيعية الدولة دي هتنمو بزيادة طبيعية بمقدار قد إيه؟ هنطرح المية هنطرحها من الألف يبقى عندنا الدولة دي عدد سكانها هيزيد زيادة طبيعية بمعدل 900 نسمة يبقى ده كده الرقم بتاع الزيادة الطبيعية ما بني نتكلم بقى في المعدلات زي ما قلنا بننسب دايما الرقم بتاعنا لكل ألف من السكان بيزداد معدل الزيادة الطبيعية ده في أفريقيا وذلك لزيادة الموليد وقلة الوفيات نسبيا وبتقل معدل الزيادة الطبيعية في قارة أمريكا الشمالية ووصلت في أوروبا إلى الصفر بمعنى أن عدد السكان ثابت لأن عدد الموليد يتساوى مع عدد الوفيات ده بالنسبة لقارة أوروبا وبتصل الزيادة الطبيعية في بلدنا مصر إلى 25.2 في الألف والرقم ده كان لعام 2014 وهو معدل زيادة طبيعية مرتفعة رقم أربعة من العناصر اللي بندرسها لما نيجي ندرس خصائص السكان الديموجرافية هو التركيب العمري ويقصد بالتركيب العمري هو دراسة عدد ونسبة كل مجموعة من سكان المنطقة وفقا لفئات عمرية محددة طيب يا ترى الفئات العمرية دي هي إيه؟ تنقسم الفئات العمرية دي إلى فئة صغار السن وفئة البالغون اللي هي الفئة المتوسطة من سن 15 سنة إلى 64 سنة والفئة الأخيرة هي فئة كبار السن اللي هي 65 سنة فأكثر يبقى أنا عندي ثلاث فئات فئة صغار السن اللي هي أقل من 15 سنة الفئة المتوسطة اللي هي من 15 سنة لأقل من 65 سنة الفئة اللي هي بتاع كبار السن اللي هي 65 سنة فأكثر بنشوف الدولة دي يا ترى قد إيه نسبة صغار السن فيها؟ هل هي أكبر ولا دولة أخرى؟ وده طبعا بيكون ليه فوايد كبيرة قوي إن أنا لما أعرف نسبة صغار السن قد إيه؟ هعرف نسبة احتياجاتهم من الخدمات أقدر أقدم لهم خدمات صحية بتناسب الأعمار دي أو بتناسب عدد السكان في الفئة دي يبقى أنا لما أجي أدرس التركيب العمري تاني بقى كده عشان ما انتهش بدرس يا ترى كم عدد السكان في فئة صغار السن وكم عدد السكان في الفئة المتوسطة وكم عدد السكان في فئة كبار السن فئة صغار السن تضم الرضع والأطفال المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 15 عام والفئة دي بيميزها أن هي فئة غير منتجة الفئة دي بيكون فئة صغار السن يعني محتاجين أهليهم أو والديهم يعني هما اللي ينفقوا عليهم الفئة دي بيكون غير منتجة مش بتعمل مثلا في الصناعة أو غيرها من المهن وبتنتج لا هي فئة غير منتجة طيب إيه ثاني؟ تكلف الدولة ميزانية ضخمة من أجل توفير الغذاء والملبس والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات تصل نسبة فئة صغار السن إلى 29% من جملة السكان في الدول النامية بينما في بلدنا مصر بتصل إلى 32% بينما تنخفض إلى 17% في دولة السويد يبقى طبعا النسبة دي بتختلف من دولة إلى أخرى عشان خاطر مجموعة من العوامل الأخرى زي معدلات الموليد ومعدلات الوفيات رقم اتنين من الفئات هي الفئة المتوسطة بنقصين كده البالغون وهم اللي أعمرهم من 15 لأقل من 65 عام يبقى من 15 لأقل من 65 عام طيب يا ترى إيه اللي بيميز الفئة المتوسطة؟ بيميزها إنها فئة سن العمل المنتجة يبقى الفئة هنا عندنا هي فئة منتجة بتعمل في المهن المختلفة وبتنتج طيب إيه تنين اللي بيميز الفئة المتوسطة؟ إنها فئة متقاربة بين دول العالم المختلفة تقريبا هنلاقي الفئة دي عددهم أو نسبتهم من سكان الدولة متقارب بين دول العالم المختلفة طيب تمام وإيه تاني؟ أعلى نسب من السكان البالغين في دول غرب أوروبا وأقل نسب على مستوى العالم توجد في قارة أفريقيا يبقى السكان البالغين أو الفئة المتوسطة بنلاقيها في دول غرب أوروبا أكثر من باقي دول العالم وبنلاقي إن الفئة دي نسبها أقل على مستوى قارة أفريقيا يبقى دول قارة أفريقيا بنلاقي الفئة دي فيها أقل شوية من باقي قارات العالم آخر فئة عندي هي فئة كبار السنة اللي هي 65 سنة فأكثر والفئة دي هي فئة غير منتجة وإيه تاني؟ ترتفع نسبتهم في الدول المتقدمة فتصل إلى 17% مقارنة بالدول النامية اللي بتكون نسبتها فيها 6% فقط نتيجة للتقدم في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية يبقى لأن الخدمات الصحية في الدول المتقدمة مستواها مرتفع ده بيؤدي أن نسبة كبار السن في الدول المتقدمة بتكون أعلى من الدول النامية وبتكون حوالي 17% من عدد السكان أولاً الخصائص التعليمية للسكان يوجد فرق كبير بين الدول النامية والدول المتقدمة في نسبة الأمية بين سكانها فوق سن 15 سنة تصل نسبة المتعلمين في الدول المتقدمة إلى أكثر من 95% في أمريكا الشمالية وأوروبا واستراليا واليابان وروسيا يبقى نسبة المتعلمين بتزيد في الدول المتقدمة تمام تصل نسبة المتعلمين في معظم دول أمريكا الجنوبية وفي دول جنوب أفريقيا والصين إلى 75% يبقى ده في المركز الثاني في المركز الأولاني طبعاً كان مين؟ كان الدول المتقدمة وتصل نسبة المتعلمين إلى ما بين 40% إلى 60% في معظم دول قارة أفريقيا والهند في أسيا يبقى ده رقم 3 بنسبة المتعلمين بتكون بين 40% إلى 60% وتصل في مصر إلى 65% وذلك نتيجة زيادة الاهتمام بالتعليم في مراحل المختلفة وجهود الدولة في مجالات محول أمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص يعني إيه مبدأ تكافؤ الفرص ده؟ تعالوا نشوف مع بعض المعلومة الإسرائية دي هتعرفنا يعني إيه تكافؤ الفرص في التعليم يقصد بتكافؤ الفرص في التعليم إتاحة جميع الفرص بشكل متساون بين جميع الأطفال للالتحاق بالتعليم يبقى كل الأطفال بصفة عامة في الدولة ليهم الفرصة إن هم يتعلموا بغض النظر عن النوع سواء كان ذكر أو أنثى أو المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي حد فقير حد غني ما يفرقش الدولة بتكفل مبدأ تكافؤ الفرص يعني كل الأطفال في الدولة ليهم الحق إن هم يلتحقوا بالتعليم ونلاحظ بقى التالي هناك عادات وتقاليد في بعض دول العالم تؤثر على معدل التعليم خاصة معدل تعليم الإناث ومن هذه العادات أن بعض المناطق تحرم المرأة من التعليم حفاظا عليها أو بسبب المعتقدات الخاطرة تفضيل الزواج المبكر للإناث تعالوا تشوف مع بعض المعلومة الإسرائية دي الأمية هي عدم معرفة الإنسان للقراءة أو الكتابة أو كلايهم يبقى اللي ما بيعرفش يقرأ أو ما بيعرفش يكتب أو ما بيعرفش يقرأ ويكتب ده بيسمى أمية رقم 2 خصائص السكان الصحية أو الحالة الصحية للسكان يعد عدد الأطباء مؤشر مهما على الرعاية الطبية فكلما زاد عدد الأطباء بالنسبة للسكان في دولة معينة دل ذلك على زيادة الرعاية الطبية كل ما يكون عندنا أطباء كتير ده بيوضح أن في رعاية طبية موجودة في الدولة دي وقد قسمت الدول من حيث الرعاية الطبية إلى ما يلي رقم 1 دول ذات رعاية طبية فائقة مثل معظم دول أوروبا وروسيا ودول أمريكا الشمالية يبقى ده رقم 1 أعلى الدول من حيث الرعاية الطبية أمام إيه تاني؟ في عندنا دول ذات رعاية طبية مرتفعة مثل مصر والأردن والإمارات رقم 3 دول ذات رعاية طبية منخفضة ومعظمها يقع في دول أفريقيا مثل النيجر وإثيوبيا وفي نبال بقارة أسيا يبقى عندنا 3 مستويات رقم 1 دول ذات رعاية طبية فائقة زي الدول المتقدمة بصفة عامة ورقم 2 دول ذات رعاية طبية مرتفعة زي مصر ورقم 3 دول ذات رعاية طبية منخفضة زي النيجر وإثيوبيا ونيبال رقم 3 الخصائص الاقتصادية للسكان تختلف الخصائص الاقتصادية للسكان وفقا لما يلي رقم 1 تنوع الأنشطة التي يقوم بها السكان في كل دولة رقم 2 دخل السكان وتعالوا مع بعض من خلال الرسم البياني ده نشوف مع بعض ما هي القارة التي تستأثر بأعلى دخل للفرد رقم 2 ما أقل قارة من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي تعالوا مع بعض نشوف كده القارة التي تستأثر بأعلى دخل للفرد هي قارة الأوكيانوسيا قارة الأوكيانوسيا اللي هي أستراليا ونيوزلندا ومجموعة الجزر التابعة لها والمحيطة بقارة أستراليا يبقى الأوكيانوسيا دي هي أعلى قارة من حيث دخل الفرد ودخل الفرد قد إيه؟ 30 واحد من 10 ألف دولار ده المتوسط بتاع نصيب الفرد من الدخل القومي في قارات العالم يبقى الأوكيانوسيا هي القارة الأولى يبقى رقم 1 كده إيه؟ الأوكيانوسيا تمام إيه تاني؟ أقل قارة في نصيب الفرد من الدخل القومي يا ترى إيه هي أقل قارة؟ هي قارة أفريقيا اللي بتكسر فيها الدول النامية بحوالي 4.5 ألف دولار من إيه بقى؟ من الدخل القومي للدول يبقى سكان قارة أفريقيا بيصل نصيب الفرد من الدخل القومي عندهم لـ 4.5 ألف دولار يبقى طبعا الفرق الكبير عندنا من 4.5 ألف دولار إلى 30 ألف دولار اللي طبعا بيحققوا متوسط نصيب الفرد في قارة الأوكيانوسيا وتنقسم دول العالم من حيث الدخل إلى ما يلي دول ذات دخل اقتصادي مرتفع دول ذات دخل اقتصادي فوق المتوسط دول ذات دخل اقتصادي أقل من المتوسط ودول ذات اقتصاد زراعي منخفض تعالوا نشوف مع بعض كده الأربع مستويات رقم واحد دول ذات دخل اقتصادي مرتفع تتمثل في الدول الصناعية مثل غرب أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج العربي التي تعتمد على استخراج البترول وتصديره إلى الخارج وتصنيع مشتقاته يبقى دي رقم واحد أعلى فئة رقم اتنين الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع دي بتتميز بتركز معظم سكانها في المدن وده ليه؟ لأن مستويات المعيشة فيها مرتفعة الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع يعتمد معظم سكانها على الصناعة والخدمات وبيستهلكوا كمية كبيرة من الطاقة ده نظرا للدخل المرتفع للسكان فبيكون عندهم أجهزة وألات بتعمل بمصادر الطاقة فبتستهلك مصادر طاقة كبيرة رقم اتنين دول ذات دخل فوق المتوسط ودي دول بتعتمد على التصنيع النامي والأنشطة التقليدية يبقى بتعتمد على مجموعة من عمليات التصنيع البسيط والأنشطة التقليدية مثل تركيا ودول شرق أوروبا والمكسيك وجنوب أفريقيا رقم ثلاثة دول ذات مستوى اقتصادي أقل من المتوسط يبقى رقم اتنين كانت دول ذات دخل فوق المتوسط رقم ثلاثة دول ذات دخل أو ذات مستوى اقتصادي أقل من المتوسط ودي دول بتعتمد على التصنيع والتنمية الاقتصادية والأنشطة الأخرى مثل دول قارات العالم المختلفة زي الصين في أسيا وزي مصر والمغرب في أفريقيا وزي البرازيل في أمريكا الجنوبية وزي أوكرانيا في أوروبا وهيتي في أمريكا الشمالية رقم اربعة دول ذات اقتصاد زراعي منخفض معظم السكان في الدول دي بيعيشوا في الريف حيث يعتمدون على نشاط الزراع وبتتركز هذه الدول في قارة أفريقيا ومنها الكنهو كما تتركز أيضا في باكستان في قارة أسيا ونستنتج مما سبق أن الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع تعتمد على النشاط الصناعي ده بصفة عامة بقى الدول اللي دخلها الاقتصادي مرتفع بتعتمد على النشاط الصناعي بينما الدول ذات الدخل الاقتصادي المنخفض فيسودها النشاط الزراعي في عندنا بقى حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها لما بنيجي ندرس الحالة الاقتصادية للسكان والحاجة دي هي حاجة اسمها قوة العمل يا ترى يعني قوة العمل يقصد بقوة العمل عدد الأفراد في سن العمل والقادرين على العمل والذين يعملون فعليا او يبحثون عن عمل يبقى عندي ثلاث حاجات بتبين لي يعني ايه قوة العمل اولا هم عدد الأفراد رقم واحد في سن العمل يعني الاطفال مثلا الصغار مش موجودين في قوة العمل رقم اتنين ان يكونوا قادرين عن العمل يعني لو واحد في سن العمل ولكن غير قادر للعمل نظرا مثلا للحالة الصحية فده يعتبر غير داخل في قوة العمل واهم حاجة بها ان يكونوا رقم واحد اما يعملون فعليا او يبحثون عن عمل يعني عندهم رغبة في العمل لان في بعض الناس بيكونوا في سن العمل وقادرين عن العمل لكن ما عندهمش رغبة في العمل فدول ايضا بيخرجوا من قوة العمل يبقى دول التلات حاجات اللي بيبينولي ما هو قوة العمل تصل نسبة قوة العمل في مجال الزراعة الى 80% في الدول النامية في افريقيا مثل اثيوبيا وقوة العمل بتكون من 60% ل80% في السودان بافريقيا والهند في اسيا وبتكون من 30% ل60% في مصر بافريقيا وتركيا في قار اسيا وبتكون قوة العمل اقل من 10% فقط في الدول المتقدمة في غرب اوروبا وامريكا الشمالية واستراليا وبتزداد نسبة العاملين في الصناعة والخدمات المرتبطة بها في الدول المتقدمة الغنية تمام مقارنة بالدول الفقيرة التي يعمل بها نسبة كبيرة من السكان في نشاط الزراعة وغيرها من النشاطات الاولية والثانوية اولية والثانوية يعني انشطة بسيطة زي ايه؟ زي الصيد وقطع الغابات والرعي وغيرها من الانشطة الاولية والثانوية تعالوا بقى نستعرض ملخص لاهم النقاط اللي جات في درسنا يختلف معدل الموليد في العالم من دولة الى اخرى ومن قارة الى اخرى يصل معدل الوفيات على مستوى العالم الى 8 في الالف ويزيد في الدول النامية ويقل في الدول المتقدمة معدل الزيادة الطبيعية هو نتاج الفرق بين معدلات الموليد والوفيات يقصد بالتركيب العمري دراسة عدد ونسبة كل مجموعة من سكان المنطقة وفقا لفئات عمرية محددة يوجد فرق كبير جدا بين الدول النامية والدول المتقدمة في نسبة الامية بين سكانها فوق سن 15 سنة يعد عدد الاطباء مؤشرا مهما على الرعاية الطبية فكلما زاد عدد الاطباء بالنسبة للسكان في دولة معينة دل ذلك على زيادة الرعاية الطبية في هذه الدولة اعلى قرات العالم في نصيب الفرد من الدخل القومي هي الاقيا نوسيا يقصد بقوة العمل عدد الافراد في سن العمل والقادرين على العمل والذين يعملون فعليا او يبحثون عن عمل وبكده عزاء طلاب نكون استعرضنا ملخص لأهم مجاة في درسنا وتعالوا دلوقتي مع بعض نطبق بقى على فهمنا للدرس من خلال حل بعض الأسئلة المسيطة اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين من الدول ذات الدخل الاقتصادي الزراعي المنخفض تركيا ولا فرنسا ولا الإمارات ولا باكستان نركز تاني مع بعض يا ترى اي دولة من الدول دي من الدول ذات الدخل الاقتصادي الزراعي المنخفض تمام هي دولة باكستان معدل الزيادة الطبيعية في مصر من المعدلات المرتفعة ولا المتوسطة ولا المنخفضة ولا المنخفضة جدا يا نفكر كده مع بعض معدل الزيادة الطبيعية في مصر طبعا من المعدلات المرتفعة ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة ترتفع معدلات الموليد في قارة أفريقيا بشكل كبير صح؟ ولا غلط؟ تمام صح فئة صغار السن هي الفئة المنتجة؟ يا ترى فئة صغار السن هي الفئة المنتجة؟ لا طبعا الإجابة خطأ رقم 3 ترتفع نسبة الأمية في أستراليا صح؟ ولا خطأ؟ طبعا الإجابة خاطئة لأن أستراليا من الدول المتقدمة اللي بتزداد فيها نسبة المتعلمين وبالتالي بتقل فيها نسبة الأمية وبكده أعزاء الطلاب نكون انتهينا من شرح درسنا وإلى اللقاء في الدرس القادم